هنا حلب حيث التاريخ تدمر صروحه ومعالمه أما الأدب فتحرق أوراقه وأدواته والعلم تهدم مدارسه ومعاهده أما الإنسان فتتناثر أضلاعه وأشلاؤه كل ذلك يحصل لحلب لأن شعبها الحر اختار الثورة على النظام الفاجر قصفت حصرت دكت أحياؤها لكسر إرادة الشعب الثائر ولكن هيهات هيهات لما تبغي أيها العدو الظالم كيف لا نثق بذلك وقد اعتمدنا على قاهر ومدمر كل ظالم فيا قادة الأمة إن أبناء حلب يقولون لكم ليست حاجتنا إلى الطعام والشراب بأشد من حاجتنا إلى السلاح أمدون بما نستطيع بما نتقوى به على كسر هذا العدو ونكفيكم مؤنة القضية برمتها أما أنتم يا أبناء الأمة فأين هو دوركم؟ أين هو دوركم؟ إن أبناء حلب لا ينقصهم الرجال ولكن اخرجوا بمظاهرات أسمعوا صوتكم للعالم اضغطوا على حكوماتكم فهذا أقل القليل من واجبكم وأما أنتم يا أبناء ثورتنا يا إخواننا في ساح الثورة والجهاد إن حلب قلعة الثورة وجامعتها وبابها الحديد تقول لكم اجمعوا كلمتكم وحدوا صفوفكم أعدوا عدتكم واكو الظالمين بنار غضبتكم أما أنتم يا أبناء حلب الصمود والإباء فإن الله جل جلاله يقول إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لم يقلها وزير ولم يقلها أمير ولم يقلها ملك وإنما قالها جبار الأرض والسماء فعلى الله توكلوا فعليه توكلوا وما ابنعكم من سلاح وعتاد فجاهدوا وقاوموا وما النصر إلا من عند الله ألا إن نصر الله قريب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم